اشتركوا في القناة امير المؤمنين حفظه الله باقامة صلاة الاستسقاء غدا ان شاء الله وهي فرصة طيبة لنلجأ الى الله سبحانه وتعالى ليغيث البلاد والعباد وصلاة الاستسقاء في الفقه المالكي هي سنة مؤكدة يقيمها الناس في المصليات وفي المساجد الجامعة عند انحباس المطر او عدم كفايته وتؤدى كذلك عندما تغور الابار والعيون ودي الصلاة معشر المؤمنين والمؤمنات لا بد من الاستعداد لها ومن ضمن جوانب الاستعداد الاكتار من الاستغفار ويبدأ ذلك منذ الان فلا يمل الانسان من ترداد استغفر الله ومن الاستعداد لها كذلك التوبة الى الله سبحانه وتعالى والتبرأ من كل حول وقوة والتبرأ من الذنوب والمعاصي ويدخل في ذلك اساسا رد المظالم الى اصحابها هذا شيء مهم جدا يلحس الانسان بان الوقت دياله ضياق ما بقاش فيه نرد حتى شئ حاجة من هنا الغداء على الاقل ان يعزم عزما اكيدا على انه نرد للناس ديالهم اللي بقى عنده وصلاة الاستسقاء عبارة عن ركعتين كركعتين العيد غير ان التكبيرات فيها تبقى عادية تطلو الصلاة خطبتان المقصود منهما ترقيق قلوب الناس ومس نفوسهم وإيمانهم وعجزهم وضعفهم وشدة احتياجهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا سيما في زمان كهذا الذي نعيشه إذن أولا استعداد تني الخروج ولا يقبل العدر من أحد كيف حال هذه الناس تغوتوا في نهاية صلاة الاستسقاء على شمال هذه صلاة الاستسقاء ها أنت الآن مدعون إليها فلا تتردد حفظك الله في حضورها والاكتار من التضرع والتبتل لله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال إذن استعداد ثم صلاة ركعتين ثم خطبتان لترقيق القلوب ورابعا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء هذه الصلاة هي أصلا دعاء لأنه في اللغة العربية كما نعرف السين والتاء للطلب الاستسقاء بمعنى طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى على الناس أن يكتروا من الدعاء وأن يبكوا على الله سبحانه وتعالى وأن تميل قلوبهم إلى الخسوع والخضوع والعجز وشدة الفقر وشدة الاحتياج إلى ما عند المولى سبحانه وتعالى فالخير عنده وفير ولكن لا بد من أن نستنزله بتقوانا وبقلوبنا الرقيقة وبكثرة الحاجة والطمع فيما عند الله ويصاحب هذا الدعاء قلب الإمام لردائه بمعنى الحاجة البلصة اللي كانت على لي من ترجع على لي سر والعكس كذلك صحيح واللي مطلوب منه هذا العمل هو اللي نبس الرداء السلام سواء إمام ولا الناس اللي لورا أما اللي ما عنده بلما يتعدب بدي فسخة جلبة ولا الفقية ولا حاجة منها القبيل يعني فما فعله الإمام هو كاف إن شاء الله كما أمن في الصلاة يأمون كذلك في هذا العمل فحرصوا رحمكم الله على اغتنام هذه الفرصة الطيبة لنتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال وأن يزيل الغيث ويدهب الأمراض والغلاء وسائل الفتن التي نعيشها يا ربي لقد ضاقت بنا الدنيا يا ربي يا رب الأرباب لقد ضاقت بي الدنيا فلا أحد يواسينا كوابيس تطاردنا وتسخر من أمانينا فما الأحلام تسعدنا ولو طال الكارا فينا رحيم أنت خالقنا وتعلم كل ما فينا أعد يا رب بسمتنا فمن إلاك ينجينا أقول ما سمعتم وأصلي وسلموا على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع أهديه وإلى يوم الدين سبحانه ربك رب العزة عما يصيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر